اشتركوا في القناة مع معالج رسوميات من نوع Adreno 506 وجاء الهاتف مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع رام بحجم 3 جيجا بايت ويتوفر بإصدار آخر مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع رام بحجم 4 جيجا بايت ويسوي بكروت الذاكرة بمساحة تصل إلى 128 جيجا بايت وجاء مع أجهزة استشعار للتسارع والقرب والبوصلة والدوران ثانيا الشاشة والصوت جاء الهاتف مع شاشة من نوع سوبر IPS LCD بمقاس 5.5 بوصة وبدقة Full HD وجاء مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 4 مما يجعله مقاوم للخدوش والصدمات وقد جاء نظام الصوت بالتعاون مع شركة سونيك ماستر مما يقدم للمستخدم تجربة صوت رائعة ثالثا الكاميرا جاء الهاتف مع كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي Autofocus بسرعة ثلاثة أجزاء من الثانية وجاءت الكاميرا مع فلاش ليد مزدوج وجاءت مع أربع محاور للتثبيت البصري مما يمنح المستخدم صورة أوضحة عند اهتزاز اليد أثناء التقاط الصور ويوفر الهاتف للمصورين المحترفين إمكانية التحكم في إعدادات الكاميرا مثل سرعة الالتقاط وحساسية المستشعر للضوء وجاءت الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي بفتحة عدسة 2.0 مما يوفر صورة أوضحة في الإضاءة الضعيفة رابعا البطارية جاءت البطارية غير قابلة للإزالة وبسعة 3000 ميلي أمبير خامسا نظام التشغيل جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع أندرويد مارشميلو 6.0 سادسا التصميم جاء الهاتف مع هيكل معدني من الألمنيوم وبإطار معدني أيضا ويوفر للمستخدم الراحة أثناء الاستخدام وجاء موضع مستشعر بصمة الأصابع أسفل الكاميرا الخلفية مما يريح المستخدم أثناء العمل وقد جاء الهاتف بطول 152.6 ميلي متر وبعرض 77.4 ميلي متر وبسماكة 7.7 ميلي متر وقد جاء الهاتف بوزن 155 جرام سبعا الاتصال والشبكة جاء الهاتف ثنائي الشريحة دول سيم في وضع الاستعداد ويدعم خاصية الواي فاي من نوع 802.11 ABGN مما يوفر التقاط أقوى لإشارة الواي فاي ويدعم الهاتف خاصية تحديد المواقع جي بي اس وخاصية البلوتوث وفي النهاية نقدم لكم رأينا في الهاتف جاء الهاتف بمواصفات رائعة ومن أهم ميزاته وجود مستشعر بصمة الأصابع الذي يمكن مستخدم من التقاط الصور والتحكم بالهاتف وقد جاءت الكاميرا عالية الدقة ولكنها بارزة للأمام قليلا مما يعده البعض مزعجا وقد جاء الهاتف مع خاصية الشحن السريع ومع قارئ للنصوص وقارئ للصور متوفر الآن لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي ترجمة نانسي قنقر